ان شاء الله يا بنات لو شعرك كله ابيض بجد الوصفة دي هتجب معيك نتيجة فعيلة جدا. المكون ده لو ضفناه على الوصفة بتاعتنا دي النهاردة. هتشوف النتيجة كويسة اوي اوي. بيخلي الشعر كله لون واحد. الناس اللي بتعاني منشب الشعر والشعر الابيض ان شاء الله النهاردة الوصفة دي هتحقق لك اللي انت عايزاه. وهتخلي الشعر كله لون واحد بازن الله. يلا طبعي معي الفيديو عشان تستفادي بالوصفة بتاعتي ان شاء الله النهاردة ونتيجتها فعالة جدا جدا. اول مكون هحتاجه معي في الوصفة دي الشاي الشاي الاصمر ده واهم حاجة يكون شاي اصمر بلاش الشاي اللي هو آآ بيكون فتلة لازم الشاي بتاعنا ده زي ما انتم شايفين كده بصوا لونه اصمر داكن جدا جدا اهو الشاي ده بقى مفيد جدا جدا لشيب الشعر بس هنطيف عليه مكونات بسيطة قوي دلوقتي مع بعض. بصوا احنا طبعا داخلين على الشهر الرمضان. انا جايبا لكم معارضة مكون هيبقى موجود عندنا كلنا في اي بيت. بصوا دي اسمها نقى الطمر او نقى البلح بس حمصيها بصي انا محمصها اهي. وبعد كده هنطحنها كويس جدا وحنفرومها كويس او في الخلاط او في المطحنة بتاعتنا عشان تبقى معايا بدرة. يعني بعد ما اتفسص البلح حاولي تنشفيها وتحمصيها في الفرن. هاخد منها معلقة كبيرة بعد مطحنها. نقى البلح او الطمر. بصوا بعد ما طحنته وبقى معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده بيبقى يعني شكله شكل البن او القهوة بالشكل ده بصوا بنطحنه كويس جدا اهو هضيف معلقة كبيرة بالشكل ده. كمان هضيف معايا النسقه فيه اهو نسقه فيه هضيف معلقة واحدة برضو تكون كبيرة. لو ما عندي كيش نسقه فيه ممكن نستخدم القهوة والشي بس المطحون النقى. اهو ممكن تضيف معلقة قهوة. بعد كده بقى هضيف اهم حاجة يا بنات نستخدم الوصفة زي ما هقولك بالزبط تمام? هضيف يعني ما يعادل كوباية مية يعني معايا زي صغيرة قوي تقريبا مية كوباية اهو. وحاول عليها بقى على النار مع التقليب المستمر. كل ما تقلبي فيها وهي على النار هبصت لقيها بدأت تتقل معاك. بصوا. انا هبدأ طلوقتي اولع عليها النار وهرجع اوريكم شكلها. ويريت نكمل الفيديو الاخر عشان طريقة استخدامها مختلفة عن اي وصفة. لازم تعرفي الطريقة عشان تستفادي بالوصفة ونجيب معاك نتيجة ان شاء الله. بصوا بقى بعد ما ولعت عليها على النار وقلبتها كويس قوي. شايفين? بقت ملمسها تخيني ازاي? هبدأ بقى استخدمها ازاي بنات? هبدأ اغسل شعري كويس قوي. لازم نغسل شعرنا كويس جدا جدا ما ننفعش احط الوصفة دي على شعري وشعري عليه اي زيوت او اي كريمات. تمام? وبعد كده هبدأ بقى اخد ودهن بها شعري كله من الجزول لحد الاطراف. يعني نفعش ادهن مسلا من منطقة في الشعر واسيب الجزء التاني. لأ. ندهن شعرنا كله من الجزول لحد الاطراف بالوصفة بتاعتنا دي. وبعد كده هنجيب الكيس النيلون ده اللي انا بستخدمه لاغلفة الطعام. وهبدأ الف شعري به. ممكن تلبسي كيس اي كيس عندك برضو وتلف شعرك باي طاقية او باي اشرب. ونسبها لمدة ساعتين عالشعر. قراريها مرة واحدة بس بس في الاسبوع. بداش اتنين. آآ وحتشوف نتيجة كويسة جدا جدا والله يا بناتو هطلع هنصير الفرق من اول مرة استخدمتيها. هبصي سمكة تقيل ازاي. لما رفعناها على النار. وطبعا سبت اغطي برض شوية. اهي. زي ما نشايفين. بجد طحفة جدا جدا. ولا هنحط عليها حنة ولا اي حاجة. بس انتي قلبي كويس جدا وهي على النار. وهتجب معاكي نتيجة قويسة جدا ان شاء الله. حباب قلبي يارب الفيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا. الوصفة جميلة جدا. بتنسوش بقى تشجعوني باللايك. عايزين لايك كتير قوي للفيديو. وشيل لصحابكم عشان يستفادوا. ان شاء الله استنظروني في وصفات جديدة مع جي جي كل حياتي. باي باي.